بحات الصوت هي أحياناً تكون ميزة وأحياناً تكون عيب من بعض ممكن تكون بسبب مرض وممكن تكون بسبب إجهاد وممكن تكون شيء وراثي لكن دعنا نعطيها برضو بعد ثاني أي بعد ثاني ما هي الشيء الذي يبح صوت عبدالله جرالله وهو يحاول يوصله من خلال الأعمال التي تسجلها سواء كانت قيمة سواء كانت رسالة أو حتى في مجالك الخاصة مع العاملين في المجال أنت فعلاً مركز على قضية معينة أتحاول أنك توصلها قد لا يكون موضوع معين في أناشيدة والأعمال التي أقدمها لكن أنا حرصت كثر ما أقدر يعني أني أنقل التحديات التي مريت فيها من رجوعي من دراستي وبداية في مجال النشيد في طريق شبه رسمية لشباب الذين قاعدوا دشعون لأنه لما بديت تقريباً كانت الساحة ما فيها إلا 2-3 أتكلم على مستوى النشيد يعني على مستوى الخريج كنت أتساءل بيني وبين نفسي ليش ما فيه ناس أتقدم هل جمهور النشيد اختفى؟ ما اختفى اللي سمعون النشيد كانوا بالملايين لكن ما فيه محتوى خنقول يستهدف هذا الجمهور مناسب لهم بهالوقت فأنا بح صوتي في موضوع تشكيل الفنان بالطريقة الصحيحة مستحيل أنك تبدي خنقول مجال النشيد وانت يعني مجرد موهبة صوتها حلو فيه ناس وعيدة صوتهم حلوة لكن إذا أنت ما يعني خنقول عطيت من نفسك وتعلمت أساسيات النشيد ما أتكلم عن أدوات معينة ما أقول لك وراء أشترى أحسن مايك ولا أحسن كرت صوت ولا أحسن لابتوب لا 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 بأدوات بسيطة لكن تتعب على نفسك أنت كفنان أتعلم المكس على الأقل يعني إلى درجة معينة تأهلني لأن أفهم صوتي لأنه بنهاية مهندس الصوت ما يدري أنت شون تحب تسمع صوتك أنا شخصيا مثلا ما أحب أي شخص يمكسج على الأقل الليد فوكل صوتي أنا لازم أكون مشرف على التراك الليد وأسوي الأوتوميشن يعني أحب أحبه كنت لك في المكساج وأي مثلا على صوت هني عالي هني نازل هني والله يحتاج هني أفتحه هني أقمته هني أنا أكون راضي عن المكساج إذا ما كنت أنت يعني خنقول ملم بهذه الجزئيات راح تتوه راح تسوي عمل ممكن يضبط معك لكن بعدها يعني راح تحس في صعوبة بالذات أنه يعني النشيد مكلف يعني إذا تبي يعني خنقول لناس ترأى أعمالك اللي أنت تبي تنفذها بشكل شخصي صعب يعني راح تضطر أنك دور لك سبونسور وممكن يسوي لك عمل عملين بس بالنهاية إذا هو ما قع يشوف مردود بالمشاهدات ما راح يشتغلك فلابد أنت كنت أعطي منها سكاني أنا أذكر لما كنت أدرس في الشارجة كنت أرجع لكويت ويكند من زين أروح في استوديو رومكو في استوديو رومكو يعني أقدم الاستوديو هاتغنى وفي أغلب المغنين الخليجيين وسكر الاستوديو الحين فقد أنزل السرداب عندهم في رومكو وأقول لها بس عطني ساعتين أدي الحان أنا يعني يعني متأثر فيها وأحبها وأنشت أنا أشيد وسامة الصافية أنا أشيد عادل الكندري أنا أشيد الحسيان وهذا وحزتها كان استقرام يسمح لك بعشر ثوانية أو خمستعش ثانية ومجرد أني أنشرة ما كنت بي يعني تفاعل بس أن أنا والله الحين قادر يعني أني أجرب صوتي واكتشف نفسي جرب بذاك الوقت ما كنت عارف التسجيل الحين صار موضوع أنك تعلم الهندسة الصوتية والتسجيل وأنك تسوي لك استوديو بالبيت جدا سهل والمعلومة متاحة وموجودة في اليوتيوب وغيرها من المواقع سوي لك عدتك الخاصة وتوكل على الله أنت تحب مو مو تحب قاسة أقول هل عندك أنت الآن بقى ما اكتشفت شخصيتك وعرفت أنت إيش هالشيء اللي أنت يعني مميز فيه وإيش هالشيء للناس تقبلك فيه بشكل جيد